شفتي مثلا مسلسل زي فتن أمل حربي زي ما قلت انتصر للمرأة المصرية يعني وكأنه جاء في توقيت هم جدا خاص بقانون الأحوال الشخصية اللي فيه مشاكل كتيرة جدا يعني بتعيق المرأة ده جزء مهم قوي قوي من وظيفة الدراما إنها تلعب على الوطر الحساس المؤثر في التكوين الأسري وفي التكوين العائلي طبعا أثر وأثر كتير وبعدين لو قيمناه فنيا بقى هنلاقي إن العمل الدرامي مش هيأثر إلا إذا كان قوي وإلا إذا كان عنده قدر كبير من المصدقي وبيلمس في أوطار موجودة وحساسة وبعدين فيه أداء تمثيلي رائع وفيه مناخ للأسرة ما تقدريش يقولي إنه مزيف وفيه مشكلة حقيقة بتعاني منها الأسرة بتعاني منها المرأة وفيه تنوع على أكتر من بورتريل المرأة جوه الجوه السلسل ده وبورتريل الراجل صحيح فإنت عندك تنويع وعندك قضية اجتماعية مهمة قوي وعندك أطفال في القضية دي متأثرين بيها وعندك امرأة عاملة مهمومة صحيح مثقلة ومظلومة في نفس الوقت ومقموعة فده عشان كده سمع أو كان لي صدى كبير وطبعا أثر يعني أنا 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 قاعدة كده متخيلة لو أنا ما كان حضرتك في هذه اللجنة أعتقد هيبقى صعبة قوي السنة دي لأنه حقيقي كان فيه أعمال كتير حلوة كان فيه أعمال حلوة ومؤثر يعني كان فيه أكتر من عمل يعني وفيه كده يعني أشياء كثيرة فهيبقى صعب لاختيار هيبقى صعبة قوي